اشتركوا في القناة 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 لاحقا ان شاء الله لما ندخل مباشرة في موضوع الجافا سكريبت والدوم والبوم يعني الجافا سكريبت على العموم ان شاء الله حتى لما ندخل في المرحلة الثانية في نفس القسم هذا نحن فيه والباك انت والداتابيس طبعا رح نمون في كثير من المشاكل البرمجية مشاكل مش المشاكل يعني لا مشاكل على مستوى الكودينج فإحنا ان شاء الله يعني هدفنا ان شاء الله ان نأخذ جميع الطرق أي كيف كانت تبرمج سابقا ثم كيف علت المشاكل ثم ما هي طريقة الاحترافية أي نفس النتيجة لكن بعد الطرق ليش كانت تتسع ان شاء الله مداتك في على المفهوم البرمجة عن العموم ان شاء الله فهذه مقدمة بسيطة عنوية على مدار الدورة كاملة اكيد رح يظلها في بالنا ان شاء الله طبعا بمحاضرة نبدأ ان شاء الله على بركة الله نبدأ ان شاء الله في عمل شير طبعا بمحاضرة اليوم العنوان الاساسي لمحاضرة اليوم اللي هي تسمى التابلز شو هو التابلز اللي هي الجداول شو الجداول طبعا لا يخلو اي ويب سايت او تطبيق او اي ابليكيشنز عن التابلز التابلز اللي هو افضل طريقة لعرض المعلومات للمستخدمين فاكيد هذا الموضوع بدنا احنا نتكلم في كامل تفاصيل ان شاء الله طبعا هذا هو عنوان محاضرة اليوم اللي هو التابلز اعمل شير ان شاء الله بشكل سريع دقاف اضعنا مستوي شير ان شاء الله تمام هذا هو شير طب فننعمل بشير لرن دقيق طبال اللهي بشكل سريع ان شاء الله طبعا هذا هو عنوان اليوم رح تابلز طبعا هذا موضوع تابلز علما يعني كنا احنا صدقا حبينا نتكلم في المحاضرات الماضية لكن ما حبينا نبلش في انو هذا الموضوع اذا بدك تبلش فيه يفضل انك اعطيك بمحاضرة كاملة من البداية افضل فعشان احنا خلنا على محاضرة اليوم ومحاضرة اليوم ان شاء الله بدنا نتكلم بهذا الموضوع وهي اكيد ما بتختلف جدا كثير عن الاساس اللي تعلمنا فيها عن هو عبارة عن تاقات جدا بسيطة ان شاء الله بتفاصيل والتركيب معينة ان شاء الله ولكن لا يعني اكيد تحتاج الى تركيز في هذه المحاضرة اكيد يعني الشيء تركيز مش كبسط ان شاء الله طبعا سلنا نعمل شير لا وانو صالح سيدنا محمد خلينا للدقيقة للشير بشكل مباشر ان شاء الله طبعا احنا لو منلاحظ لما ننشئ فولدر وننشئ فايل طبعا هذا الفالم اين اجا انا افتحت الفايل هذا على الفي اس كوت تمام وقمت مننشئ فايل بطريقة عادية تمام طيب منلاحظ ان احنا لما نجي نشغل او نفتح المتصفح او الشغل تبعك هذا ويجي احنا نفتح على الفولدر هذا ونرحب ونبناك وندور وين الفايل نضغط عليه مثلا على الكروم وعلى الفوكس بفضل نظر على اسم المتصفح او نوعه من هذا المكان طبعا هذا في البداية لاجمنا انه نستخدم هذا طريقة علما انه لقوا قدام شوي ان شاء الله بدنا نتعرف على شيء اسمه اللايف سيربر شو هذا اللايف سيربر شو مفيدني بدنا نتكلم ان شاء الله عنه بتفصيل انه انت تصير تعمل من هذا المكان وما المقصول بانه تعمل مثلا رن والديباق وهذه الامور طبعا احنا ما زلنا الان بهذا الطريقة المعتادة انه احنا من هذا المكان من نفس الفايل تفتح الفايل انه اصلا بيفتح البراوزة تمام مثلا نعم مثلا خدنا افتحه على ال اوكن وذي الكرون سريع هذا الكرون ان شاء الله سمع خلينا نعمل شير الان ضاقل طعم وهذا شير طبعا اللي بلاحظ اي مشكلة اثناء الشرح انه مثلا ممكن في بعض الاحيان ممكن تصدف انه انا بكون ناس يشير احدى الشاشات مثلا انا محقالي الان مشير الصفحة المتصفح هذا اللي هو هذا يعني الفايل اللي احنا نشغلين عليه بالاضافة لل وعادتهم كمان انه نفس الفولدر براسم محاضرة اليوم فاذا اشي من هذول مش ظاهرات في محاضرة اليوم او المحاضرة التالية او يعني باي وقت ان شاء الله يعني بملاحظة بسيطة اثناء اشياء طبعا الآن نبدأ على بركة الله بالان ستبدأ اي في المحاضرة الحالي طب احنا بمحاضرة اليوم بدنا نتكلم عن التاليس طبعا احنا تكلمنا ان احنا في اش اسمه الواجتمل فاتكلمنا بهذا الامر وانه هذا التمبلت الاساسي طبعا هذا التمبلت الاساسي فيه بنلاحظ في اسمه ميتة ميتة ما تكلمنا عنه ماذا خليه في وقته ان شاء الله حتى على مستوى كمان هذه الخصائص الانج والكذا والان وكذا هذا راح نتكفيه لوقت المخصص يعني قريبا اكيد اذا نتحدث عن هذه الموضوع بالتفصيل عن ايش تتكلم عن ايش تتحدث كذب ومور ان شاء الله طيب الآن احنا نعرف ما زلنا طبعا نتعلم على الخصائص التي قد اظهرها للمستخدمين زي ايش مثلا يعني مثلا انا بقدر اظهر للمستخدمين يعني ايش من عنوين واخدنا العنوين احسا اظهر عنوان بحط من الاتش او الهيدنج مثل الاتش وان الاتش سيكس وثم ذلك الفقرات ثم ذلك علمنا الدرس وثم ذلك مع ما احنا تكلمنا عن ايش الامبس انو بكنا نضيف الامبس والامبس انو بكنا نضيف الامبس وغير من الامور طبعا هذه معلومات وهذه اللي هي اه ما زلنا ايش نتعلم الخصائص اكيد رح تصل لمرحلة انو ناخذ تاس او اسايمنت يشمل جميع هذا اللي ما نفعش لبارة المتابعة اكيد تمام؟ طبعا بنافس الطريق بمحاضرة اليوم عنوان جديد منعرف انو في عنا اش اسمه تابلز ما هو هو عبارة عن جدول مكون من صفوف واعمدة بس جدا بس ان شاء الله طبعا كيف يتم عمل هذا الشي من خلال اسمع الموضوع في ظاية البزرطة في عنا تعد اسمه تابل ممتاز طبعا انا لما تكلمت الان طبعا تكلمت في معلومة في ظاية الامبس انو اي تابل طبعا ترجمت الحرفية طاولة لا لا تكون هو تابلز تابلز ام نعرف تابلز كمان لا تتأتي بمعنى هو جدول تمام شاء الله انا ابدأ اسوي جداول والجداول يعني احنا الان بهذا المنصف محلما نعمل ننسوي زي جدول هذا الجدول كما هو تعريف الجدول هو ربارة عن مكول من صفوف واعلى المدد ما هذا هو تعريف وقد يكون له عنوان في البعاليات كواقع وقد يكون له علوان للأسفل الان تركيب هذا الجدول وتنظيمه لا تريد فهم كيف يتبنى طيب ماشي الاعظفنا هذا الجدول اذا انا بدي اضيف تابلز ممتاز طبعا مما يتكون هذا الجدول ايش تكوانا قلنا اكيد اي تابلز لازم يكون في لهم اللعناوين صحيح يعني لازم يكون لهذا تابلز عنوان معين كيف فيه هذا الرنوان؟ من هو ايش اسمه تابل هيد طبعا شو هي التابل هيد الجدول الذي يضاف به الامر التي قد يكون لعناوين له هذا التابلز بالاضافة اي تابلز له جسم يعني شو الجسم اللي هو الصفوف والاعمل التابل طبعا. الان يقسم بداخله الى قسم من رئاسيات. ايش اسمه? اللي هو تي هيت. واش اسمه? سبحان الله قريبة جدا من انه اي صفحة اجتمال فيها اه اجتمال فيها هيت. وفيها ضدني. كذلك الامر فيها هيت. بس مش نكتوبها بشكل مباشر لان الهيت هذي هي التاقي الاساسي. اما هي تي هيت اذن هي تابل هيت. ما? وتابل بدي اذن البدي للتابل هذي. هذي ما هو. طب ما امتاز. الان ينقسم لتابل هيت. وتابل بدي. ضد مباشرة البيت. اللي احنا اتكلمنا واتفاقنا انه يضافي العناوين. طيب كيف ننظف هذي العناوين? العناوين في التابلز عادة تأتي اللي هي الصف الاول. صحيح? يعني الصف هو ما هو التابلز هو البرعن صفوف كثيرة. لكن الصف الاول ليش هو هو العناوين? لانه اه احنا نتخيل مع بعض انه احنا في لنا اه جدول مثل الاكسلز. اه الان لما نحكي لك اسماء الطلاب. هذا ايش? هو صف كله هذا بيعتبر كصف. لكنه القانة الاولى تعتبر عن ايش? اللي هي تعرف عنوان هذا الجدول. تماما? والان سنراه وسنراحض اكثر. اذا في هذا المكان تابل هيت. طيب شو اللي بيلزمنا الان عشان نسوي هيت او عنوان? بيلزمني انه اعمل صف. كيف يتم عمل الصف في التابلز بداخل هذا? من خلال تابل يسمى كي ار. وهو اختصال لكلمة ار. اختصال لكلمة رو. والتي اوان ما بتلقى كحرف تي يعني تابل. تماما? طيب. تاب بداية وهذا تابل نهاية. اذا تابل رو. اذا انا الان دسوي صف. طيب. الصف هذا يجب ان يقسم. صحيح? طيب. كيف يقسم? الان لا اشي اسمه? تي اتش. ماذا تعني اتش? اما? او الهد. يعني الان عنوان الاول تابل هيت لهذه الار. طب خليك واحد واحدة معناه انه بلسنا مش فهمين. حاضر. خليك ما. الان تابل هيت بهذا المكان. مثلا هي اللي تضيف انت كل قسم تريد ان تقسم هذا الجدول. طيب. مثلا انا عندي جدول مكون من عنوان رئيسي مثل الاسماء. او اسم الشخص. ثم عندي مثلا اشي اللي هو مثلا ايميل ايميل هذا الشخص مثلا. تمام هذه العنوين. ثم عندي على سبيل المثال اسم اه هتكلم عن الاسم مثلا ايد. طب احنا مازلنا. او مثلا كما يعني مثلا اسم هذا الشخص وايميله. وقد تضيف قد ما بدك عنوين. طب الان يجي نعمل سيد. مباشرة اروح تشوف الراني. طب احنا مازلنا. لسه لسه ما كتبنا شيء. لسه تابل بادي هذا احنا مازلنا تابل هيت. وركز ع طريقة الاستراكشتر هاي. بقول فضل اني اعمل ايش? سبيسي. احنا يقسم تابل هيت و تابل بادي. التابل هيت فيه صف واحد. لانو الغنوان بيكون فقط مكايمه من صف واحد. لان فيه اعناوين. النام والايميل والاش. طب خلينا اعمل تشوفوا اللي يسوينا احنا. لحد الان ما سوا يا ستايل لكن خلينا نشوف شو اللي عملنا. طبعا. الان ظهرت هذه الكلمات شكل غامق. نيم و ايميل و ايت. طيب. لحد الان هذا مش شكل كابل صحيح. طيب. الان يفضل دائما على مستوى الكابل. عشان يظهر قدامك. يكون بحجن الصفحة كاملة الوث مية بالمية. بس خلي شوية و راح نسوي الآوين بطريقة ممتازة. طب الان. نيم عنوان. اذا بهذا الصف. بهذا العمود. يضيف اسماء الاشخاص. حمد احمد خليل يوسف بيغضر النظر. تمام? الاميل ايت. محمد اتياو دوتكم. يوسف ات جيميل دوتكم. بغضر ال ايت. خمسة عشر عشرين ثلاثين. اذا عبا ادعتها. طيب تمام. الان. لاحظ كيف ضفناها. نيم ايميل ايت. وكيفها ترتبت? الى هو نيم ايميل ايت. طيب الآن. نقلنا ننتقل على جز ايت البضي اللي بدنا نعبيت داتا عشانها يبلش يكبر الجدول عشان يبين اكثر واكثر. طيب بالتاب البضي. من ايش يكون هذا البضي? كمان من صفوف. طيب يعني بنفس الطريقة اللي تعاملت معها بالتاب البضي زي ما ضبت صف بجي اضيف في هذا المكان اكثر من صف. مثلا انا عندي صف لتيبل واحد. مثلا هذا الصف فيه كيف يضاف الصف? من خلال تات تي ار. كما? مثل ما اضفناه في الاعلى. طيب. داخل هذا تي ار. شو وضفنا احنا بالعنوي تي ات. لا. لكن اللي في تي بادي. في ايش اسمه تي دي. كما? تي دي. هالي تي دي اللي تعتبر تيبل داتا. يعني الداة الحقيقية للخلية المتوالدة بهذا المكان. طيب. عشان نتخيلها. مثلا. بلنا نفسي تركيب العنوين. اول يازم يكون كل صف فيه تي دي بعدد العنوين. يعني كان عندي تي اتش ثلاثة نيم و ايميل و ايد على مستوى تي دي. يقول عندي ثري تي دي. طيب. اول تي دي تعبر عن قيمة تعبر عن قيمة تي دي. التي اتش العولة نيم. اذا كان سيضاف. يجب ان يضاف اسماء. يعني تمام? الان مثلا اسماء مثل محمد مثلا. طيب ايميلات. الان بتي دي الثاني ايميلات. مثل اي ايميل مثلا على سبيل المثال. خلينا نضيف مثلا. مثلا هذا الايميل. محمد ااتس مثلا. جيميل دوت كوم. مثلا نفترض انه هذا ايميل. تمام? ايت على سبيل المثال نضيف ايتش. لاحظ كيف ضفنا. الان خانة العنوين كالتاري. نيم ايميل ايت. اذا نحن بهذا المكان. نيم اسماء و اه ايميلات بنفس العنوين. نجد نعمل سيف. ونروح نتفرج على الكابل سبعنا. طيب نعمل ريفرج. ما نلاحظ الان. انه الاسم الاسم محمد هذا. تماما. في صف او في خانة الاسماء. ومحققات جيميل دوت كوم هذا. تمام. في خانة الاميليات. وقيمة الاتج. في خانة الاتج. طبعا احنا. والله. يعني مش يعني الشي فينه كويس صحيح. يعني مش شي فينه كويس. بدنا انا بحب التابل يصير عبصة وصفهم نلاحظ كمان في شغلنا منلاحظ. القطعة او العمود اللي احتاج له كلام كبير. اخذ حتى على مستوى العنوان كبر لوحده. يعني اخذ مساحة اكثر. فانا هذا شي جميل. تمام. يعني انا ماشى على الصحيح في بناء التابل. ممتاز. طيب الان. ننتقل الى الخطوة التالية. شو الخطوة التالية؟ على الاقل الان بجي اكبر التابل شوي. طبع شو مقصد تكبر التابل؟ يعني لا شي بس فقط انو هذا التابل كامل. يعني انا لو هذا التابل اقشر عليه. على سبيل مثال كيف ناشى عليه من خلال الانسبيكت المان. تمام؟ هذا التابل اسكال. وين التابل زحنا تبعنا؟ هذا هو لاحظ صغير كتير جدا يعني طلا مساحته. نقول له وانا المشكلة. يعني كيف مخصد بتاعه؟ مساحة الصفحة كاملة يعني نحكي له هذا التابل تمام اه هذا التابل يصير الويتس تابعه بس والله اعطيه مية بالمية تمام مية بالمية من حجم هذه الصفحة منلاحظ يعني على الاقل هذا التابل اخذ مساحة صفحة كما اشتر انا ايش اقدر اقسم وافصل عكيفي طبعا منلاحظ انه انا في خانة النام هذه اضاف اسم محمد في خانة الايميل لكن الاسماء غير متواجزة لكن احنا يعني تقريبا الامور مباثرة احنا قد عشان نتجاوز هذا الامر ما نحب التابل زائما يقول له صفوف اه بوردرز اي خطوط اي حدود لاعرف وين حدود هذه الخلية كيف يوضاف هذا شيء احسنت يا غزل بوردر وان ممتاز يعني في غزل اه تكلمت من احد الحلول تمام من احد الحلول اللي تحكيني انطيف اللي هو قيمة البوردر على مستوى التابلز هذا مثلا بهذا المكان في خاصية او بروبارتس يعني شو خاصية اي شيء اضاف بالتابل البداية يسمى خاصية او او بروبارتس في خاصية تسمى البوردر شو هذي البوردر طبعا في بوردر والبوردر كار وبثير من الامور طبعا اعطيه واحد تمام بهذا الطريقة تمام الان انا شو اللي سويته بالضبط انا اعطيتك قيمة البوردر تساوي واحد يعني انا اضفت قيمة لبوردر من اللاحظة الان عاوزتها والبوردر صار البوردر مزبوط طبعا الودت انا سويته بالنسبكت المنت عشان هيك فقط اللي هو اه خصائص فانا يفضل اه يفضل اللي هو نضيف منافل عشان نسوي الستايل عكيفنا دوت سي اس اس تمام وزي ما سويتنا انشائنا هذا الفايل الان بدنا ايش نسوي اللي هو نربط هذا الفايل بشكل سريع هذا منافل الصايل طب احنا اللي سوينا منات سيلكتورس بتتاغل بتتاغل لالناس طب الله يسوي الودت تابعه يقول مية بالمية تمام بهذا الطريقة عشان نشوف اللي انا نسيب طبعا هيك احنا نسوي اه نريفرش دقيقة الآن وعن الماوس آه هذا ماوس ريفرش الآن طبعا الآن من لاحظ انه الودت اجي كاما عشان نشوف طب الآن من لاحظ من الامور من الاسهرت وعني واضحة كيف لي واضحة يعني صار في بوردر صحيح طبعا البوردر من الناحظ موجودة على كل الاليمنت يعني لان انا وينما اضيف من خلال بيبقى اني ضيفت هذه الخاصية هذا الخاصية اللي سوت لي البوردرز حول اي اليمنت تمام انتي قد تلاحظ تفكر انه هذا اه يعني اه يعني خطين لانا او فعليا هذا الاليمنت له بوردر وهذا الاليمنت الخارجي له بوردر كل شيء كل اليمنت اطبع بوردرز فتبين الامر طبعا انا الان طبعا اه المشاركات يعني شاركتنا بوردر صحيح احسنتي اه قدر ممتاز لي اتدري الحلول واناك حلول ناعم كثيرة طبعا الان قد نرى في بعض الاحيان انه اه هذه البوردرز لو تلاحظ اه على مستوى هذا يعني في مسافات وهذه تسبب يعني يعني نوعا من النظر فيه خاصية اخرى يسمى لهي الكلابس هذه الكلابس تمام طبعا هذه الكلابس هذه شمال مقصود فيها ولا اه 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 الا штب بيه كمان على مستوى الروم وعلى مستوى الكولمس تمام الى وانا ممكن اضيف الي هو lapsing the whole span هي تسمى rec schedul span بهذه الطريقة او crate او span بهذه الطريقة لكن انا نعطا لي رعب علينا الان خيارات الي ما فيش عن كل span على مستوى على سبيل المثال هذا try row او هذا يدري المستوى table طبعا اللي هو عشان نبعد الآن للمسافات بس إحنا الآن باستخدامنا أنا أفضل دائما على مستوى دائمنا أو الـ T H هذا مثلا الآن في عنا اللي هو الـ call span بهذه الخاصية الآن ممكن تضيفها على مستوى الـ table وعم الـ head و T row لكن ليش أحذها على الـ TH لأن هي الـ elements التي تحتوي على الـ data مثلا تمام فالآن نفضل إنه قيمة الـ call span بس لقيمة واحدة ضيفتها نلاحظ إنه الـ call span هذه تدول على إيش على المسافات طبعا مش ملاحظين هذا الشي ليش لأنه الآن راح يبين معنا تمام الآن دقائق وبين معنا عن مستوى الـ columns إحنا عشان ما نقربط الأمور خلينا واحدة واحدة في خصائص بس المعلوم كنت نوصلها إنه إحنا هذه الخصائص الآن سيبلي إياها وأنا سنتكلم عنها لاحق إحنا بدنا واحدة واحدة نمشي في هذا الشيء آخر شي توصلنا عليه عشان ماشي الأمور لا لا تكلمنا إنه في الـ table الـ table مكون من T-head و T-body و T-head فيه row نعم فيه row هذا الـ row تمام والـ table الآن أشينا بهذا عشان بس تخيلنا هذا الـ row الأول هو الـ row ينصى الآن على مستوى الـ T-body هو أكثر من row ليش نموان الذي يحمل الـ data فأنا إذا كان هناك مجموعة من الـ data مثلا أنا أكرر قيمة الـ row فمثلا هذا الـ table row أكثر من الـ table row الآن نضح نتفرج على هذا الـ table الآن من لاحظ صار تكررت هذا الـ data بهذا الشكل لكن نقصنا اللي هو الـ columns أو الـ borders أنا أفضل دائما على مستوى الـ borders أن تضاف من خلال الـ CSS مباشرة وين الـ CSS بتحكي عنه اللي هو هذا الـ style طيب إذا تحكي له الـ border لوين بدك تضيفه والله أنا أضيفه على مستوى الـ T-H اللي هو الـ table head هذا طبعا وين الـ table head هذا الـ table head كل الـ table head وكل الـ table body كيف عنا منضيفه بالـ CSS نحكي له والله يضيف لي T-Hit على T-Hit هذا الـ element وهذا الـ element تماما طبعا قبل ما نتكلم بهذه المعلومة خدنا واحدة واحدة على table head واحدة واحدة بدي نضيف border طبعا الـ border تكلمنا في أنه كيف يضاف الـ border مثلا حجمه واحد بيكسل ونوضعه صورة ولونه مثلا لو لون الأسوأ ممتاز جدا لآن نعمل safe لآن رح نتفرج على هذا الـ tables آآ سوري على هذا الـ tables عن A الآن آآ هذا على مستوى الـ T-Hit إحنا مننا فقط border لو نلاحظ آآ 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 إحنا على الـ T-Hit هذا إحنا سننضيف على إيش على الـ T-D كمان الآن هذا الـ T-D وان رح يبين معنا إن شاء الله هذا هو الـ run خلينا نشوف الـ run الآن هذا مستوى الـ T-D طبعا طعا دقيقة في مشكلة أتوقع إن هي المشكلة آآ ممكن حدا يساعدني آآ هذا الـ style هذا الـ table هذا على مستوى الـ table هذا الـ T-D آآ وين المشكلة قيمة الـ 1 هذا ميش بهذا الشيء ميش بهذا الشكل واحد بيكسل نسيناها تمام؟ البوردر هنا قيمة البوردر واحد بيكسل نسينا الوحدة تمام؟ الآن نجي نعمل الـ refresh تمام؟ الآن على مستوى الـ T-Hit أنا أضيفت إيش بوردر لـ T-Hit صار أصحر منظره أجمل صحيح؟ طب بتي أضيف كمان على مستوى الـ T-D اللي تحت يا ولد الواضح T-D كمان نضيف لي الـ T-Hit طب بيه هنا وحدة القياس المشكلة لنعم أحسنت يا ممتصم جزاك الله خير طبعا صحيح؟ طبعا أنا آآ اللي تكلمنا بالـ selectors وحنا ننصل كل selectors توظيف لها القيمة اللي واحدة مثلا الـ T-H يضيفنا له صحيح؟ ومنا نضيف كمان لـ T-D صحيح؟ إحنا هيك الأصل بهذه الطريقة نجي نعمل الـ refresh الآن هذا الـ refresh لماذا؟ طبعا الآن ضفنا للجميع بس أنا دام القيمة واحدة لهذا الـ elements وهذا الـ elements ممكن تحكيلوا هذا الـ selectors وهذه القيم أعطيها للـ T-H وطبعا فعني وهي بخير ما أتكلمنا في الـ selectors طبعا وأعطيه كمان للـ T-D اللي نرقيم من نفسه يعني هذا الـ selectors للـ T-D وهذا الـ selectors للـ T-H فما في داعي أن تكرر هذه القيمة طبعا الآن نجي نتفرج الآن من لاحظ أنه الـ table star منظر أجمل وأجمل صحيح؟ طبعا ليش أنا قسمت الـ T-D والـ T-H لأنه منطقيا الـ table heads أو العنوين تكون لها ميزات إضافية كيف هي الميزات إضافية؟ يعني في مكان T-H هذا على مستوى T-H هذا يعني ممكن يكون مثلا background color له مثلا gray أو كذا صحيح؟ يعني يكون يكون هو الوحيد المميز هو الوحيد المميز إنه هذه العنوين في الأعلى صحيح؟ وهذه القيم يعني ممكن هذه العنوين ممكن كمان هذه الـ الكلام من الأسفل يصير باللون الأبيض عشاني يتضح أكثر على مستوى T-H هذا الآن T-H كمان نعطيك color مثلا اللون الخط يكون باللون الأبيض لون الأبيض اللي هو أنا حاط يظهر هو 3F أو 6F تمام؟ يجي نعمل الآن refresh نلاحظ الآن شو تتيري صار؟ صار أجمل يعني صار فعلا أسماء أسماء الأشخاص محمد وأحمد وخليل ويوشف بغض النظر بس أنا كررت الأسماء تمام؟ والإيمانات طبعا خلينا ننظيف كمان الآن يضطرد إنه نحن نريد ننظيف كمان columns في البداية تمام؟ كيف نمكن ننظيف columns في البداية؟ يعني إيش يعبر عن الـ ID مثلا يعبر عن الـ ID والـ ID الأول لمحمد وان، تو، ثري، فور، فايت بهذا الطريق فكير ممكن نضيف طبعا الأمر في غاية البساطة هناك مشارقة جميلة ممتاز ممكن نعطي padding نعم أحسنت يا ممكن نعطي padding إضافة لنا على مستوى الـ TH والـ T-Body هناك ملاحظة بلنا إنه ممكن نعطي padding عشان يكبر الـ elements مثلا نعطي مثلا على سبيل الثلاثة بيكسل تمام؟ يجي نتفرج من جميع الاتجاهات يعني إحنا المتواجزة معنا تزيد حجمها مثلا مثلا نضيف ماذا نحكيله يعني كويس توقع تمام؟ يعني كبري شوي الخط معنا؟ يعني صار منظره توقع يعني أجمل يعني مثلا نكبر الصفحة نعملها زون نتوقع يعني زون آآ مهنا زون بسيط يعني تكبر الصفحة مئة وخمسة مليون وبتاس فأنا منلاحظ يعني أنت آآ يعني تابل صار يبين أكثر أكثر طبعا الآن كالاني إحنا نعنا منا معاس مثلا نزيد كولومز كيف؟ ببساطة الكولومز ده عنوان وله قيم للداتا في مكان العنوين نوضيف تي ايش في مكان العنوين تضاف تي ايش في مكان تي باضي تضاف تي دي خلص فهو هذي التقسيم اللي عمد يكتبني هذه لأنه يولا قدام لازم تقول لك في موت المخيلتك هذا ليش لأنه لما نوصل لمرحلة development ونستري نجيب داتا من الباك إن طبعا هذا كلام شوي تمام؟ أنا كث من هذه الداتا اللي معي محمد وأحمد وخليل وعلامتك خمسة عشر إنه هاي الداتا احنا كتبناها صحيح بشكل الستاتيكل لكن لو قدام ننخليها الداينامي بناءنا على داتا حقيقية راجعة طبعا هذا كلام شوي بس الفكرة إنه لازم تكون عارف كيف تقسيمة الجداول كيف تأتي إنه في تي بادي بداخله أكثر من رو وكل رو في تي ديز والتي ديز بعدد التي اتش ممتاز طب الآن الآن نفترض إنه أنا بدي أضيف كولومز الموضوع إن شاء الله في غاية البساطة الكولومز مما يتكون من تي دي إضافية سباب في الأعلى لا لا مش تي دي سري تمام من تي دي إضافية من تي دي إضافية ايه تي اتش إضافية على مستوى اللي هيد تمام هاذا الكولومز اللي نضيفه اسمه اسمه يعني يعبر أثناء كان نضيف في دي مشكل سريع هذا تي دي هذا يعبر مثلا عن إيش اسمه آي دي آي دي لكل شخص تمام إن شاء الله طيب اللي كنا نتكلم فيه آخر شي سواء اسمع دومس ما عدنو عبوية غض النظار إنه بدنا نضيف كولومز يعني عموك تي دي طبعا بضيفه هون بضيفه هون بضيفه هون بضيفه بنهاية طبعا أنا على آآ تعريفة دي الصبحة منلاحظ إنه ليش النام ضيفه أول واحد لإنه أنا منطقيا ضيفته كتاك أول تاك أو أول كولومز وحتى القيم التابعة له تكون دائما في أول داء تي دي لكل إيمانس المنطقيا why كيف هو التعامل مع الالالال ηشتمع البراوزر بيجي بnungencies يضيفトين마 كعنوان ويضيف إيميل كعنوان وهذه الطريق ويضيف ثم بيجي بنزل لسطرا لبعده اصل يضيف بلقي اوله في كلمانرول إذا بالراول اللي بعده يضيف محمد إيميل ورقم ثلاثين تمام محمد تطييره ويميله ورقم ثلاثين فانا منطقيا لما اضيف على على مستوى بهذه بالاسفل تمام تضاف بترتيب نفسي ترتيب ايش العنوين جدا منطق جدا بسيط ان شاء الله طب الان بدنا نضيف كنا بنضيف هو كولومز جديد ويكون اول كولومز هل الاول يكون في النهاية بهذا المكان طبعا لا الاول يأتي في البداية بهذا مكان اذا انا بنضيف كولومز جديد على مستوى العنوين اسمها تي اكش ولجا تي دي ثم اتخربط تمام اي تي اتش نعم شو اللي اي دي بنضيف اسمه اي دي يعني بهذا الطريقة يعني لو اجيت انا ملت ايش سيف منطقية وبناشك شو متوقعين انه اللي بدي يصير اي دي راح يسوي لي اربع عنوين اما الروز اللي بالاسفل هي ثلاث قيم فالان قيمة محمد وين بدي تتعبى في اي خانة في خانة الاي دي وقيمة الايميل في خانة النام وقيمة الثلاثين هذي في خانة الايميل في خانة الايميل فغير مرتبة بسيط ورح زيد معي عنصر اخير فارغ منطقية يجينا من السيف نتفرد على الشيء جديد لاحظ الاي دي قيمة محمد والنام والايميل الان في عندي عنصر جديد لو نلاحظ بهذا المكان لو نلاحظ بهذا المكان اللي هو عندنا ايش ايج فارغ ليش لانو ما في قيم على مستوى الروز يعني لقى تي رو طرح مباشرة عن رو لبعثه فانا الاصل بنفس عدد التي ديز وعدد التي روز بهذا الطريقة نجي نطع لفوق نحذفها مثلا فقط هذا المكان والان على مستوى تي دي اول الخانة دا تكون تي دي اذا بدي اعبي فيها تي دي او بسيط ان شاء الله ومثلا عنده قيمة شو واني الان خلينا بس نعب باسماء حقيقية مش نكرر تكرار عادي مثلا هذا الاسم نكرره مثلا عندي مثلا بهذا المكان مثلا صار اثنين صح ما والاسم بدل محمد يكون مثلا احمد كمام ويعني شوي داتا نخليه تخترب شوى عن بعضها جمام وهذا مثلا احمد احمد.com وعمره مثلا خمسة وعشرين بدل ثلاثين يعني كمان قيمة اخيرة طبعا انا تي رو تي رو اه ناسي ايش اسكر تي رول بهذا بتايع بشان ما نخربط هذي بسي رول نهاية هذي تي رول اول هذي تي تسكرتي بتاكد له هم انا حذفت بالغطة فهذا هذا الرو اول هذا الرو الثاني لا كمان رو ثالث بشكل سريع ننسوي مثلا هذا الرو الثالث ننسوي مثلا رقم ثلاثة الاي دي لهو رقم ثلاثة واحد مثلا اسمه عمر على سجل المثال والايميل تبع اسمه عمر ات جيميل بلد كوم وعمره فليكن مثلا صبغ اشتنع تمام يعني احنا فعلنا تي بلز تمام الآن منطقية على مستوى هذا تي بلز من رحتها ترتبت الداتا بطريقة منطقية نلاحظ انه على مستوى العنوين هذا الاي دي والنيم والايميل والايت والقيمة الموضدة في هذا الكولومز الآن تخيلنا انه هذا كولومز كامل وهذا كولومز كان الآن نتخيل هذا كولومز كامل صحيح؟ وبعد ذلك فنوضع ان شاء الله في غارة البساطة ان شاء الله طبعا احنا حتى على مستوى ستايلينج لهذا التيبينز وهناك الخصائص اللي هو اه تكلمنا اه اه في شيء يسمى الكولومز قاب تمام؟ مثلا هذا الكولومز قاب على ماذا يدول هذا الكولومز القاب؟ اللي هي عملية القابنج على مستوى الكولومز اه احنا ضفناها وين بهذا المكان لا خاطئ؟ على هذا الكولومز القابنج اللي هي المسافات التي قد تكون اه في متواجدة تمام؟ متواجدة وين؟ في اه على حدود الالمنت بحد ذاتها مثلا هذي المسافات اللي نجي في الاسفل هذي بالوسط تمام؟ هذي ايش هذي؟ هذي تسمى القابنج كلهم بزارك في الاسفل هذي القاب سري هذي القاب زيرو في هذي الطريقة تمام؟ طبعا اه على مستوى القاب لا هي تطواف اللي هي اه ليست القاب اللي هي 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 طبعا اه في غزل تكون لك في غزل اللي هي هذي طبعا احنا اه هذه القاب اه بتك تكون عارف كمان يعني انت لقدام ان شاء الله بدنا نوضع اشي اسمه البرفورمانس يعني كيف البرفورمانس يعني احنا هذا ونفتحينه ان المتصفح على البروت لو جد فتحكي الانسبيك تيليمنت طبعا احنا تكلمنا هذي المتواجدة التي تظهر لنا الآن من كلها الانسبيك تيليمنت هذه الديفورت تولز تمام؟ وسمينا اسميع اسمها الديفورت تولز ويني فيها ادوات كثيرة طبعا فيها ادوات الالمنس والكونسل والسوس والتور والأبليكيشن وغيرها تمام؟ الآن هذه الاتوالز رح تنفرق كثير من الامور رح نتعرف طبعا لما تكلمنا عن الاليمنت يعني الاليمنت المتواجد لنفس الاليمنت هذه الاليمنت اللي ظهرت لهذا المتصفح هو علما اذا قادر على ان فتح هذه التولز في اي متصفح تكلمنا عنها تمام؟ ولستجريت لسنا هنتتكلم عن الوصيحة في عنا التولز اخرى مثلا الكونسول ان شاء الله منفوت على الـ DOM او الـ JavaScript راح نتكلم بهذا الامر كما نلحظ إشنو بسورس هو السورس كود على مستوى الهذا الاليمنت تمام بلاحظ إشنو نيتس وورب وابليكيشنز تمام؟ الـ storage وكثير من الامور performance اصلا بلاي بيدي اتكلم فينا قدام إن شاء الله في عنا اسمه lighthouse هذا ماذا الـ lighthouse اللي بيحدد لك قيمة الـ performance مثلا لهذا الوب سايت يحسب لك Analyzer تعمله Analyze يعني تحلل هذه الوب بيج تمام؟ تلاحظون عني Accessibility والBeast Practice وكثير من الامور طبعا في عنا اسمه على مستوى الموبايل وعلى شكل الـ desktop بغض كل من التحدث عن التفصيل إنه بالنهاية بيعطيك إيش تحليل كامل مثلا تفصيل مطلوباتك الكامل طبعا ليس مش مفعل عندنا هذا الزر بإنه هذا لا يتفعل إلا إذا كان الوب سايت حقيقي طب شو هو الوب سايت حقيقي؟ يعني مرفوع على سيرفر طب ما هو مرفوع على هايو على الجهاز سبعا لا حتى على مستوى الجهاز طبعا عندنا نجيب سيرفر عشان نشتغل فيه ما في مشكلة فيه ايش اسمه Local Server عندك في جهازك بس أنا صدقا ما بدأ أتعمق بهذا الموضوع الآن لأنه أكيدا راح نتكلم عنه التفصيل بس لا يمنع بس لو بشكل بسيط تفهمني أنه لازم أي ووب سايت بعد ما تخلص من بنائه يتم لاحقا أنه هو رفعه على إش اسمه الhost أو يسمى السيرفر اللي هو أصلا بوفر لك أنه هذا الوب سايت بدأ بيكون موجود فقط على جهازك كملف يعني كيف تحينه؟ لأنه أنا في عندي هذه الفايلات وفتحت هذا الفايل لا لو الأصيد يقوم مرفوع على سيرفر يعني اللي قدام إن شاء الله راح يصير اللي هو كيف تختار اسم السيرفر أولي دومين نيم سيرفر مثلا www.dot.com مثلا مثلا هذا يسمى دومين نيم مثلا هذا الآن سيرفر طبعا هذا السيرفر شو المقصد في الدومين نيم؟ الأصل يجب أن يكون هناك آدرس لكن هذا الموضوع يحتاجنا تفصيل لكن أنت تخيل الآن معي وما عليك إنه يجب أي ويب سايت يكون له فعليا لو أجب مثلا مئة تشعين ستشعين مثلا دوت آآ وان دوت وان دوت بثمانستين بغض النظر تمام؟ لو هذا يعتبر لو الآي بي أجس لهذه السيرفر بس تسهيلا هو أصل كل الويب سايتات مش أسماعها كيف تختلف أسماعها مثلا فيسبوك دوت كوم، تويتر دوت كوم، جوجل دوت كوم، لا وهو فعليا هذه أسماء للمستهنين تسهيلة تمام؟ يعني هو مش هيك يسمى السيرفر يسمى فقط يعني إنه هاكي الرقم بيكون على سبيل مثال مئة وعشرين ثلاثة وعشرين دوت مثلا خمسة آآ اربعة وخمسين دوت كده بهذا الرقم تمام؟ هذا من فصل التفصيل بقيم كل سيرفر له أكثر من بورت هذا هو تفصيل الفكرة إذا فكلك إياه عشان ترضى على سيرفر عشان تكتسب هذا الآي بي آدرس لهذا السيرفر جيد إن شاء الله قريبا كمان بإذن الله تعالى قريبا فأنا آآ اللي كنت أوضح لك يا ليش هذا الزر مش مفعل الآن؟ لأنه لازم يكون شغال على السيرفر طبعا إحنا إذا ما إحنا بدنا نشتغل على سيرفر حسن الآن بداية ما رح نشتغل على سيرفر حقيقي إلا لما نوصل لوقت واضح شوى يبدو لما نوصل ما رحل تباك إن أما بداية من وين كان يجيب سيرفر ترفع عليه جهازك اللي انت تشغل هذا الجهاز البي سي اللي تشغل عليه أو اللابتوب أو مهما كان نظام تشغل عليه أنت قادر عهو أصلا عبارة عن سيرفر أصلا شوى السيرفر؟ هو عبارة عن جهاز مرفوع ومتصل عالميا يعني زيكله جهاز لابتوب متصل عالميا فيه سبيكتر فوتر السي والإي والدي أف لأن هذا كمان زحيت لك إنه سوف وضح هذه الأمور أكثر إن شاء الله الآن على مستوى جهازك فيش اسمه فيه سيرفر وهذا السيرفر اسمه اللوكال هوست أو اللوكال سيرفر طيب كيف يتم تفعيله؟ يعني انت على مستوى هذا الويب سايت طبعا مستوى هذا الويب سايت بدلا يكون فقط فايل تعثل الفايل تبعك من الآن لقدام إن شاء الله بدنا نتعلم ما إيش اسمه كيف يتغل وهذا هو ما يوضح فعل الرن تمام؟ زي ما حكيت في ذلك المحاضرة إحنا بدنا ننسى إن شاء الله لقدام من كيف نفتح الفقين نفتح بهذه الطريقة أنا فعدين شو اللي سويت وأنا فتحت فايل بس إن زي كني استعراض الصورة فايل لكن هذا الفايل يتم استعراضه أو عرضه في البراوذرات الصورة يتم عرضها في مشغلات الصور الفيديوهات في مشغلات الميديا تلاير مثلا أو كذا صحيح كذلك فقط فتحنا فايل بس أذلع منه تمام؟ أما لا إحنا بننشغل كالسيرفر حقيقي إن شاء الله ماذا يتطلب منه؟ لا يمنعنا نتكلم بهذا المعلومة الآن تمام؟ علمك إنه فيها تفاصيل جدا كثيرة وبوقت محدد بسكشين جدا كامل لها إن شاء الله طيب بشكل سريع ما يعني لأسا لا يمنع إن شاء الله من البداية إنك خلاص تصير منه الآن ما في مشكلة تمام؟ إذنه لازم ترتقل هو رايت كليك تنزل للأسفل يفترض إنك بستعمل رايت كليك وين على صفحة الاستمال وين على رايت كليك؟ على صفحة الاستمال تمام؟ الأصل ممتاز جدا تمام؟ الآن على صفحة الاستمال نجي نعمل رايت كليك بهذا الطريقة بتلاحظ طبعا إنسى على الأغلب هذا الخيار ما بيكون موجود عندك طيب عشان يصير يظهر عندك الأمر في غاية البساطة بتروع على في عندك خيارات بهذا المكان بتلاحظ في خيار اسمه اكستينشنز بهذا المكان طيب ما هو هذا الاكستينشنز هذا ببساطة الاكستينشنز إنه إحنا لقدام راح نتعرف على كثير من الاكستينشنز أو أدوات ننزلها تسهيلا لكتابة البرمجية تسهيلا لكتابة البرمجية كثير من الأمور ما؟ فإحنا بجل الزرنا الآن نضيف على الفي اس كوت إنه هو اه امتداد أو اكستينشن يسمى اللايف سيربر صبعا انت مجرد كتابة للايف سيربر وش من لايف سيربر؟ بتلاحظ كثير من اللايف سيربر اللي انت منك كانت ننزلها أنا وفضل شخصيا لإيش شيء اللي بدك تعمله انستور يكون جنبه بداعي يعني بداع لا يمنع إنه في كثير من اللايف سيربر نزل أي واحدة بمشكلة لين هو من موقع الريكمانديد فقط ما؟ فمن لاحظة اللي اسمه وفي عنا يجي اسمه اللي هو لايف سيربر لا الله اللي بدي اللايف سيربر بدي بساطة أنا الآن لما فوتت عليه هذا طبعا أعطاني خيارين فقط اخترته فغتح لي هذه الشاشة قال لي في عنا ديش اسمك انستول طبعا انت إذا مشي منازله بس بعطيك انستول ضغطة بسيطة بهذا الطريقة يعني يمكن عندك زيك انستول هيك زيك انك مزلت تمام؟ الآن هيك بيظهر عندك في البداية بس بس ترمله بثواني بيكون نازل عندك الوعد اللايف سيفر طبعا ان بمجرد رملت هذا العمل طبعا هنزل اسرين جدا بسيط الآن لما بترمن هذه الحركة ببساطة لما ترمن رايت كليك رح يصير يظهر عندك هذا الخيار طبعا هو المنطقي اللي لازم على طول ما تتواجهه مشاكل اللي بواجهه مشاكل بتواصلنا ان شاء الله ونحن لدي يشكل مع بعض ان شاء الله تمام؟ فالآن بلاحظنا ما يظهر عندك هذا اللايف سيربر بهذه الطريقة كبست عليه الآن انا كبست على هذا اللايف سيربر طبعا شو اللي بيصير بالضبط لما انا ضهرت على اللايف سيربر الآن هالآن بالويب سايت تبعك هذا شغالين على براوزر سوري تمام؟ الآن بصير بدل ما تفوت على هذا الفايل الآن بصير تفوت على اشي اسمه اللوكال غوست او عنوان الاي بي ادرس متل ما مكلمنا انه اي سيربر لو فقط يتم تعرف عليه باسم السيربر او الاي بي ادرس زي ايش؟ مثلا مية وعشرين سبع وعشرين دوت زيرو دوت زيرو دوت سون هذا هو اللايف سيربر او الاي بي ادرس لاي لوكال غوست لاي جهاز اه يتم العمل عليك فتحه من براوزر يعني هاي لما تم من مية سبع وعشرين دول دول وان هذا المقتصر تمام؟ للايف سيربر اللي عندك طيب طيب مو شو بيسوي لي هذا اللايف سيربر الآن ببساطة الآن عشان نشغلها بشكل سريع الآن بظفت انه هو ايش بورت طبعا هذي الامور سوف افصلها شو يعني بورت شو نفتحناه شو نفذات شو هذي كل الامور بنتكلم عنها لكن الآن اه خليني شوفنا اي سيربات وحالة خمس تلف خمس مئة تمام؟ الآن خمس تلف خمس مئة بهذا الطريق الآن نيجي نعمل انتر نلاحظ انه اشتغل الويب سايت هذا وكنه ويب سايت حقيقي طيب الآن اي ويب سايت يمكن ان يسمد اسم يعني كيفين اسم؟ يعني مثل احنا من فيسبوك احنا نحط احنا مثلا اللي هو مثلا اي بي ادل السمال فيسبوك ولا بنكتب فيسبوك دوت كوم؟ بنفس الطريقة برضو كمان الوودو دي اناس دو من نام دو من نام سيربر يعني اس بتكتبه يعني المستخدم بقدر يقدر يقدر يتعامل معه زي ايه؟ شو يسمى؟ يكون فعليا اسمه اوه اسمه ضريقة يعني بدل ما تضيف فلاك الرقم مي سبع عشر بجير كون فضيف كلمة لوكالوس فاذا انا نعمل انتر ضرد انه فتح عندك هذا الشغل مباشرة طيب شو فادتني هذا الامر الآن؟ بي لما اجي افتح هذا الانسبيكت اليمنت الآن بطريقة سريعة ساعة ان شاء الله بس هل يفتح الانسبيكت اليمنت توقع الانسبيكت هذا الانسبيكت اليمنت ممتاز الان الان في ادوات قلنا كثيرة صحيحة الان في لما كنا حطنا لما حطينا على اللايت هاوس هذي ضارت كثير من الخيارات الان من لاحظ زر الانالايز بيج لوت تفعل ليش؟ لان انا زيكي اني بتتعامل مع سيفر اما قبل كان مع فائلة عادة ما ديقدر يتعامل معه عشانيك ما بيكون فعال وفي تفاصيلة ضغفية صدقان الآن الفكرة بمجرد لما تجدها من بشكل سريع طبعا عشان الويبسايت تابعنا بسيط وصغير اصلا احنا نقدر نحل طبعا احنا ان شاء الله نصل لمرحلة ان الويبسايت تابعك يعطيك مية بالمية كامل لكامل خيارات في اسم الاس اي او الهي سيرت انجين اوبتومايزاشن اكسيباليتي بيرفورمانشين الادار هذي موطبا انت صعدات الثانية انا احسينها كثير يعني على مجتوة بسيط بس مش مشكلة خمس سبين بالمية الان بشكل سريعنا ان شاء الله تمام؟ دقيقة واحدة فقط وقع عشان نضيفنا له الموبايل شوي اخذ وقت طبعا احنا نلاحظ الان يعني نتحمل اه الان يلا طول يعني مش بحاجة هو يعني ما في اشي تمام الان من لاحظ ان اعطاني قيم شو هيدا قيم قيمتك بيرفورمانش لهذا الويبسايت خمسة تسعين بمية ثمانية كاكس بيريتي بستي براكتكس لاحظ مية بالمية طبعا انت خارج الارقام عظيمة يعني لما نتسوي نسوي بروزيكت تساة لابدان اه فعلا عن الارقام اذا كان في الان ثمانين بالمية يعني انشي كثير عظيم يعني عادة ان تكون مثلا من خمسة سرعين لثمانين تمام اه يعني انت اذا وصلت لهذا العدد يعني الكودينج والبرفورمانس لهذا المبسايت جدا جدا خرافي فهذه الانيلاعز التي تحسب عليه فهذه كثير من امور طبعا باضافة للملاحظات لكثير من المبساة نفصلنا ان شاء الله بوقتها لكن انا ما بدي افصل الموضوع اليوم لا نتكلم عن هذا الامر لكن في وقت مباب ملاحظة طيب شو اللي جاب سيرة هذا الموضوع طيب الان اللي جاب سيرة هذا الموضوع انه احنا على مستوى كتابتنا الكتاب الورمجية تمام هناك بعض الملاحظات سنرد الاناليسيس هذا اه نعم هذا اني سمع غزل تسأل هذا الان هذا اللي محلل وكذا بس احنا كمان بخططنا يعني نتعلم كثير امور ان شاء الله حتى على مستوى التستنج يعني زي المانيوال والتو والاوتوميشنز كامل هو رحت ان تكون عند ذات نظرة كاملة ان شاء الله شو اللي فتح هذا الموضوع الان على مستوى كتابة الاستمال انه التزامة بالاستمال فايت الحقيقية او الميزات الحقيقية تماما طب احنا ما ميزنا الاستمال فايت اه الفكرة لما ناخذ مشوار معين وحاتكلم بموضوع انه انت عشان تكتسب هذا البرفورمس باعلى طريقة يكتب الاستمال بهذا الطريقة مثلا تمام الآن اه بعض الاستمال فمثلا انا مستوى الستايل تكلمني في كثير بالطبع كتابة الستايل صحيح فمثلا هذا الاستمال اللي انا ناديته كتابة لا لو وجدت انا حطيت الستايل طبع بهذا المكان تزبط للطريقة ولا ما تزبط اكيد لو حدت الستايل وكتبت هذه القيم لهذه الطريقة وكل التي دي وقح عليها الاسمال راح يطلع نفس النتيجة ولا ما راح يطلع اكيد راح نطلع لكن راح تلاحظ انه قلل كثيرا من هذه القيم ابن البثورمس والساسي انجا بتميزش وكثير من الامور تمام حتى كمان في مواحدة جدا كثيرة على مستوى الهيدنجس يعني انت لما تضيف عنوان مثلا عادة يفضل العنوان يضع او 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 اسيكس يغضل النظر مثلا عنوان صفحة اليوم مثلا صفحة اخبارية تتكلم مثلا اخبار مثلا سبورت مثلا اعطي اشيء مثلا انا سبورت بهذه الطريقة مثلا تمام حس انا لو ضفت بهذه سبورت بهذه الطريقة بجيب التعمل نلاحظ انه شغال بنفس الطريقة انا لو ضفت نفس هذا لكن بتاق اخر لهو سمام حاطت كلمة سبورت بهذه الطريقة راح تظهر ولا لا عنوان ولا ضوء بالعكس انا كمان حتى قادر مثلا حتى تغيير النوع الخاط وقادر على ان اكبره واضخمه وسوي تماما زي اشتوت بمسل فكرة انه انت لما تلتزم بمكان المعايير اساسية هذا العنوان ضفته بتاق العنوين هذا الاليمنت ضفته بتاق الاليمنت المخصص له مم ان انت قادر على هذا الشيء مش مش قادر قادرين اكيد ورح يزبط معنى من غير اسطائل انتها الموضوع لكن سيؤثر على مستوى البرفورمانس هذا والالالالالالبيرفورمانس وقوى جميعه لو البيست براكتنج هذا تبع تحديد البيست براكتنج لان لا احاق من الان مثلا ما ابدأ ان انا 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 ازمانة ثانية انه قابل اعطاني بيست براكتنج مي مي لاني انا بضبط كتلت كل الامور كما يجب ان تكون التابلز يدخل تي هيت تي بادي والتي هيت فيه تي رو والتي بادي فيه تي رو والتي رول فيه تي هيت فيه تي اتش واذا كذلك امر فيه تي بادي موجود في تي ديز التزامت لقواعد بسم الاسم عن هذا سينا نتكلم عنه بالتفصيل طبعا اه فمن الشي اللي افتح هذا الموضوع انه انا مثلا من بوردر مثلا هذا البوردر اه اه هذا البوردر قاضر انا عادة اضافته مثل او هذا البوردر تمام مش البوردر هذا ناضح اضافته لمستوى التيبل لهذا المكان صحيح بجي اكتب بوردر بس وراح يزبط معك اعطي واحد بكسل وراح يزبط معك ما في مشكلة يعني راح يطي بوردر للجنب بس انا ليش دفت تحديدا في اس اس هذا عشان اوضح لك واحكي لك انه اه انه فيه احدا هاد الطرق والطريقة الافضل انه يضع من الاس اس اس لانه لو ما في افضل طبعا اتكلمنا كثيرا بهذا الموضوع يعني اتهذر عني طالب لكني التربة كمان انا ما جدا مهم ان شاء الله بما اننا سنتحدث عنه بشكل متعمق لاحقا يعني يعني خلينا انه كميل ان شاء الله وانا اتكلم بهذا الموضوع طبعا انا اضافة العنوين مثلا هذا يعني وانا اليوم نتكلم عن ان شاء الله عنه طب اتكلم بشي صحيح هذا طبعا طبعا اتكلم اي ارجوه الان هناك خصائص كثيرة على مستوى ممكن اضافتها كمان يعني على قد يكون هناك اصلا عنوان بدل ما اضيف اللي هو العنوان اللي اكتب بس بهذا الطريقة مثلا او 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 غيرها هناك بامكانك ان تضاف تاد يسمى الكابشن تمام هذا الكابشن تمام هذا يعني انا بدي اضيف له عنوان هذا لا يمنع ان انا قادر بالف اي منس قادر اضافه بس افضل طريقة شاناي احنا بنتعلمه باستخدام الكابشن مثلا هذا طبعا هو ما نزدخل بالرياضة يعني مثلا هذا اسمه اه تيبل داتا مثلا اه داتا تيلل ازمام او مثلا بيرسونال داتا مثلا يسمى داتا اسم عنوان لهذا تيللس مثلا الآن لما نجل من ريفلش منلاحظ حتى على مستوى السي اس اس اخذ قصائص اس اس الحقيقي ومنطقيا لنوع ياتي من الوسط. تمام? فاحنا بالتزامة كما هو بسهجل عليك كثير من الامور. فهذا مثلا التابلز تمام? في عنا امور اخرى نعم. بس انا ما بدأ احب اتوسع لانه في كمان مثلا اشي اسمه التابل فوتر او تي اف او تي تابل فوتر. ازاي تي هيت والتي اسم تابل. بس خلي كلش في وقته لان انا ما بهد ان اخدته خطوات كبيرة. لان يكفينا على اقل نعرف تقسين التابلز وانات كثير من الامور تمام? التي ممكن اضافتها على مستوى التابلز على سبيل المثال اه المستوى التابلز طبعا بس للان بدنا تتكلم عليها اه انه هذا التابلز يتكون من صعوف واعمدة. انا بدي دائما تتخيل هذا الشكل. ليس تخيل هذا الشكل انه لو بدأ انت داي تنشوف مخيلتك. طب كيف يعني كيف تقضبك فيه? صدقا عشان تفهمني يجب ان يعني اه يعني نصل لمرحلة اللي هو التعامل مع البرمج قريبا جدا ان شاء الله. اه سنتعامل مع هذا الامر ان شاء الله. تمام? طبعا الان اه اني بدنا نتكلم فيه بشكل سريع قبل اني لازل ناخذ استراحة لانه اتوقع يعني ادى هذا الامر. اه لا اه طبعا اه في موضوع اللي قابنج ما اتكلمت عنه ولما ولا مانهيم. القابنج هذا. اه هو اه فعليا يفترض ان تقوم بعمل هاد بهذه الطريقة وتروح لسبيسنج. طيب. ليش انا ما زبط معي الان نعرف كمان انه اهد الكاب مثلا على مستوى هذا التابلز زيرو يفترض انه ما يكون فيه يعني المساحات او الاسبيسنج. طبعا نعرف انه البرمجة والكتبات الاكواد البرمجية تطورت. فبدك تعرف ان في بعض الخصائص في اصدارات معينة معينة البلوزرات الحديثة لا تتعرف عليها. زي مثلا ايش يعني مثلا انا عشان اوسط كلام فيه عندنا تاب اسمه سنتر. وهالان غير منطقية حتى بتلاحظ انت لو تشتركت بسنتر مثلا في الفي اس كوت مثلا في تاق زمان كان يسمى سنتر. تلاحظ انه اجبت لون الاحمر يعني زيك انه بيعطيه دلالة. انه هذا التابل شوي قديم يا يعني قد هو تواجه مشاكل. الان ممكن يعني مثلا انت يعني يزبط معك مثلا واجهت كتبت مثلا كلمة موهمت بهذا المكان مثلا. تمام? وانضف تخل نضيف مكان ممكن تزبط معك ما في مشكلة. بس انه زي تحديد قصيد. يحكي لك انه هذا التاج يعني قد لا يعمل الان. بلانة على اللاحظ مثلا كلمة محمد. لاحظ. قالت في الوسط سنترت. ما فيش كالي يجيب. فهذا كان الوسنتر هذا الاشكال. بس بس هذا لان طب ما شو في غيره. في كثير من الامور بقولك انه افضل طريقة ان تضعك مثلا على سبيل المثال وهذا الهد هو اللي انت بتسنتره مثلا كلمة محمد هذي. تمام? لان في طريقة افضل. شو الطريقة الافضل? انه ببساطة مثلا هي كلمة محمد. وانت تروح تعطيها تناديها وتعطيها مثلا تكست اللاين سنتر افضل. تمام? طبعا هذي تفصيلة هذي تعتبر اه هي خلينا نتخيلها كبهرات اضافية بعد ما نمر بمرحلة كبيرة شوية على الاقل. يعني تمام? عشان نقدر نتخيل من البداية. لكن انت. والحلو بالفي اس قول. اثناء كتابتك المرمجية. ايش باقي كيام اللون الاحمر? يعني وكأنها دلالة بسيطة. اه اتوقع البي ار كمان. لا اشي بي ار فيك في شوية. يعني اضافية يعني بس عن الاقل. اه بيقول لك هذي قد لا يكون في بعض المتعارف عليه. يعني نبتلك تحكمي. ما بتسنتر بالوسط. ويقتلك من اصدار لاصدار للمتصفحات. صدقا انا اتعمق جدا في هذه المعلومة لكن يعني وبعدني جدا على موضوع المحاضرة. تمام? لكن نايمنا ان المواضيع كمان تفتع عن بعضها يعني. كمان هذه تعتبرك معلومات ان شاء الله. تمام? فاخر اصدني نشيل امور الان. اه ليش? هذا ما راح. اه خدني نشيل هذا. تمام? الان. طيب. كيف انا ممكن الان الطريق الاصح دائما اللي هو اه لعمل طبعا. فيه اللي هي خيار انه اللي هو اه تفضل فيه جامعة اه اه حكيتنا اللي هو فيه خيار اسمه اسمه ايش اسمه البوردر بهاي الطريقة مثلا. على مستوى هذا او مستوى كاملا ان شاء الله. اه او مثلا تي اتش خلل واحد واحد اذا نبقاب على الفاضيس انا او ايش اسمه البوردر. اللي هو بهذه الطريقة البوردر. آآ هذي الطريقة. تمام? فقدش مقدار بين البوردر. فمثلا انه حكيته زيرو. بهذه الطريقة. تمام? تمام? منلاحظ انه يعني كمان حتى على بهذه الطريقة او زيرو بيكسلز. يعني يعني ما رضي اللي بممكن لوازيت اكثر من من اخر. مثلا هنحكي خمسة بيكسلز. تمام? الان يعني هتوقع انه اتوقع هذا الا لكن طبع الان خلنا نتكلم بطريقة الاصح من وشرط لانه مجدد. لانه هذا كلها اصدرات تختلف. طب. خلينا نتكلم بالطريقة صحيح. الان الطريقة الاصح جائنا. حتى اوه. هذا هذا المكان. تمام? قضي النظر لي نعمل. لاحظ اخذ اخذ. اخذ. نعم. انا طبعا. انه عارف ان هذا خيار ممتاز. قبل انه ما تتسغر لكيش ما اشتغلت اصلا. كنت حبطا ابي هذا المكان هذا بشكل خاطئ. تمام? الان هذا السبت. فانا احكي له مثلا زيو يكون زيو. لهذا هذا. سيتلاسق فيما بينه. لاحظ. تلاسقة فالان الفكرة في الطريقة الاصح. هي طريقة صحيحة. بوردر اللي يعني اخذ. الطريقة الاصح اللي ايش توضح بالاستخدام? بوردر. ايش اسمه? بوردر كلابس. تمام? بوردر كلابس. تمام? تحكي له قيمته كلابس. تمام? في قيل. لان هذه الطريقة الامثل. بحط عمل لكلابس. لانه انا لما قلت له سبيسنج. منلاحظ يعني البوردرات كانت اغمق. ليش? لانه البوردر تبع النيم اجي بجانب بوردر كبع الاي دي. لعني لو رجعت القيم كما كانت عليها. مثلا سبيسنج زيرو. بهذا الطريقة نجا عمل سيف. لاحظ. يعني في اغمق. الفكرة كأنه تو بوردرز تلاسقت في ما بينها. فكونت هذا العمود. يعني هذه الامور مش ملاحظة. اوكي ماشي. بس ايش? احنا هدفنا يعني نصل لمرحلة الانالايزنج البست انالايزنج. لما ان شاء الله? قد ان شاء الله. لهذا المعلوم. فالآن الافضل الطريقة لا صح. تريد تحكيله البوردر كلابس بهذا الطريقة. انا كل هذا كتبه. لا خلني نرجع. البوردر كلابس. طبعا بتلاحظ كمان في عندي قيم اخر مثل السيبريت. وغيرها. طبعا ان شاء الله ما فيه. هذه السيبريت هذه على سبيل المثال على مستوى هذه السيبريت. هي اه بتكونني بشكل مباشر على مستوى ذا. انه الوضع الطبيعي كيف يكون. تمام? هذا الوضع الطبيعي فأنا افضل. اه اذا بدك ابتها بتكون بهذا الشكل. كمان تحكيله البوردر كلابس. طب ما هو احنا لو شلناها اه بيعطي نفس الشكل. نعم. كمان برضو ان شاء الله اه بننتكلم هذا الموضوع انه في بعض سأخذ data او من براوزر. شايف هذه المعلومة البسيطة او الداة البسيطة اللي اخذها اللي هو كتبها فعليا انت لما لقى هو منطقيا لوحده تعرف بهذه القيم السيبريت وعطاه. فانت قدر ان كان الويب سايت تبعت حتى على هذه الامور البسيطة ما التعب فيها لبراوزر لانه هذه الامور هي اللي بتسوي السرعة. لا عشان ممكن يسأل مثلا والله الويب سايت مع انه بسيط بس بطيء. تلاحظ كثير مثلا ما هذه الامور صحية. اه 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 مثلا بقى عندك سرعة المنطقية سريعة وكذا. لكن الويب سايت يعلم. فهذه الامور هي اللي بتلعب دور كبير انه انت البسيطة لانه بترجي هذا الويب سايت اللي يعلق ويقعب يحمل يضل يحمل يحمل يعني اه في كثير الويب سايتات بهذا الطريقة صحية. يعني بنلاحظ هذا الشيء. طبعا لانه الذي قاموا ببرمجة هذا الويب سايت لم ينفتزم محرفية بامور الانيلايزين. عشان يكفي لنا تخصص كامل لعمل الانيلايزين. يعني ولا يطلق فقط على مستوى اللي خلصنا. الان يعني المحلق فعليا اه يفغل كل فهم الانيلايزين. وظيفة المحلق او الانيلايز هناك وظيفة برمجة. ايه بهذا الامر? حديدا. في وظيفة سما الانيلايزين على مستوى الويب سايت. طبعا يعني يكتشف وين المشاكل اللي صارت ويحلل هذا الويب سايت. وهو ويعطيك مثلا. وهو كاملز عن الاخطاء التي يجب تصديحها. بالي اضافة هناك والمضوع اخر ان شاء الله. طبعا يعني دخلنا موضوع جدا كثيرا لكن لا يمنع. لا يمنع ان شاء الله. طبعا احنا حلو اللي تكلمنا عن الوضع. الان يفضل سيف تشتغل بعض الطريقة. مكان الاجتماعي يفضل. طبعا يفضل خلص. اذا حلو بهذا موضوع الذكرى. يعني انت ما في دائرة كل مرة تعمل رفش. كنا اللاحظ قبل نعمل رفش ان ياخد كود جديد. يعني بهذه الطريقة بس بمجرد مثلا تكتب اي شي بيغطي النظر مثلا. عملت سيف. فترو على الويبسات لقي ايش غريضة مباشرة. يعني حلو زي يعني يفضل استخدام سبقا. وكما تكلمنا موضوع بزيط طبعا. من بعد اذن الجميع. ناخد لقط استراحة بسيطة من بعد اذن الجميع. معنا الضارة ان شاء الله. لنكمل. فإننا لسه في ضاية المعلومات شوي بسيطة ان شاء الله. على المشتوى التابل نناخدها ان شاء الله. تمام? فاعتمنى يعني اا استراحة راحت باخذة خمس دقائق ان شاء الله. وانا اعود للاكمال بإذن الان. اتمنى الانتظار من الجميع ان شاء الله. وان شاء الله طبعا. اا اما نتعلكم ان شاء الله الان بشكل سريع قبل ان ننهي المحاضرة. بداية على مستوى العنوان التابلز. انا تعرفنا على التابلز. طبعا هذا لا يمنع. اكيد. انه لسه ما زال في هناك وفعلا فيه كثيرة اضافية على مستوى انشاء التابلز. لكن اا على مستوى النتيجة النهائية. على الاقل يعني اضفنا عنوان وهو يضاف من خلال افضل طريقه يضاف. يعني من انت ضيفتها باتش تو باتش تري باتش فاب لا. ما يعني راح يظهر و راح يزوط معك. لكن خلاص احنا نتجاوز هذا الامر وانا نتكلم فيه. نتكلم لاحقا. انه الستاندرد والطريقة اللي بيضافة كتابة المكان الصحيح. التاج الصحيح بالمكان الصحيح. تمام ان شاء الله? وهذا الهيدر. طبعا اا كنت حاب اتكلم عن شيء جديد اسمه الزيبرة تيبل. تمام? الزيبرة تيبل. شو هذا الزيبرة تيبل? طبعا بسمع اللي هو بسيطة طبعا اا اللي هو يعتمد حقيقة على خصائص السي اس اس تحديدا مباشرة. طبعا هذا ساعتركه جلا للمحاضرة القادمة. انه اصلا فيه كمان مواضيع اضافية بدنا نتكلم فيه كمان على مستوى الزيبرة تيبلز لانه ان شاء الله هاي بلسنا نقرب على مرحلة اللي هي الدخول بمرحلة الديفلوبمنتز الحقيقية ان شاء الله طبعا ما بعد ذلك لنتخيل مبعض ان شاء الله على مستوى الغطة. طبعا على الاقل السيكشنز اللي هم توجدين فيه الآن. آآ آآ الآن يعني اطادر الامكان تعلمنا على إليمنتز جميلة يعني بتاهلنا على اقل دخول للديبلوبمنتز تمام? طبعا الويبسايتات لا تكتفي فقط وجود وصور احنا عرفنا كيف نسوضيف صورة وهيجنج وكل امور لكن آآ 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 فيه علم ان هناك كثير منهم مثل السلايدارز والفليبينج وحتى خصائص كثيرة على مستوى الانيمياشنز تمام? طبعا فيه هناك بعض الخصائص. كيف ندمج. آآ يمثل. طبعا فيه فيه في بعض الخصائص تمام? اللي هو فيه اللي هو اشي يسمى تمام? يعني على مستوى هذا تمام? ممكن ان تضيف اللي هو توقع هيك كانت على مستوى هذا في شي اسمه على مستوى هذا المكان سوري. هذا الـ تابل جروب. يعني انت بيكانك عمل اهذا سنتكمن فيه ان شاء الله. اللي هو كيف تعمل اللي هو الـ جروبينج جروب معين هذا الـ جروب سوري ماذا? هذا جروب معين تمام? هذا الـ جروب تدمج اكثر من ما بعرف اذا كان مقصدك يا غزل او لا. طبعا شو المقصد في جروب ان انت تعمل جروبينج آآ معين آآ اللي آآ مثلا اكثر من رو اكثر من تابل تي دي مثلا نلاحظ انه مثلا في بعض البوب صايتات مثلا هذا المكان الادي او هاد الخائنة تقسم لقسمين مثلا صحيح. مثلا اه او انه مثلا هاد القائمة كان الا تمام فقط مثلا يعني او او هذا العنوان كامل يعني اه مدمج اه ممكن كفاء هذا عمل هذا الشيء. اه سيتم اكدتها ان لو تركعتها بس انا يعني في اللي هي اه كمان برضو الشي اسمه تمام على مستوى كمان الواحد ممتاز ممتاز في غازة تفكيل الوز اه لكل اسبان نعم اكيد الكل اسبان هذا ما روصد الكل اسبان هذا انه احنا اه 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 على اه على مستوى هذا الكل اسبان يعني الكلومت الامر هذا يطبق على ويطبق على الروز الادرة الى عموم طيب الان لو جئنا مثلا على اي مكابئ تدي بهاد المكان مثلا بهذا المكان تدي هذا مثلا او في تيل الرو هذا مثلا عندي هذا تدي مثلا طيب شمال لهذا في هشي يسمعو انا الرو despان لو تلاحظ ان هذا الرو على مستوى الرو responsible هذا ممكن تضيف مثلا قيمة تقني نضيف مثلا قيمة لثلاثة مثلا او اه اه كمان مثلا عنا هذا نضيفنا في مثلا بهذا المكان معنا خلينا نحكي له مثلا اه كمان رو سبان رو سبان بهذه الطريقة رو سبان مثلا خلينا نضيف مثلا اثنين وهذا مثلا ننضيف لهو مثلا خلينا نحكي له الآن لو نيجي نتفرج الآن منخصص تحديدا على مستوى القيم الإلمان طبعا شو المقصود في ون لو نلاحظ انه هذا الاسبان اخذ ثلاثة حيز من الديسكريبشنز تماما ثلاثة حيز كاملات مثلا هذا الوان يفترض يعفعي لنا وان بس احنا هذه التقسيمة تكون دعالة خاطئة يعني احنا مثلا هذا الوان بعديه تجي تو وثري طب ليش اخذ كامل لان انا اضفت على مستوى الكولومز 穢ث لاحظ على مستوى الكولومز متجلله مثلا احذر ثلاثة قيم من مثلا هذا يعني هذا على مستوى القيممز يعني على مستوى رو مثلا هذا الاي دي لو تلاحظ على مستوى هذا الاي دي آه بتقدر كمان على مستوى الروب يمكن يعني طبعا آآ آآ عشان تداخل هذا صدقا ما بي تتكلم فيه بس فيه بعض الاستفسارات يعني قد تقول بعض الاستفسارات يعني هذا الموضوع يعني انا تكلمت انه هذا فيه كثير من خصائص كثير من خصائص يعني قد يقول في بعض الاشخاص يعني عنده معلومات وانا احتم جدا هذا الشيء تمام والمشاركة جدا جميلة تمام بس هذا صدقا خلي لي وقته افضل لوقته يعني فيه بعض الاشخاص الان يقول انه في تداخل المعلومات فيما بعضه يعني صدقا يعني مقدر جدا هذا الامر تمام ان شاء الله يعني هذا يعني سما نتقويل هذا الشيء ان شاء الله يعني فيه بعض الملاحظات نعم صحيح ان شاء الله يعني هذا هذا كل شيء انا اول اش على الاقل يعني انا لما عندما نبدأ بمنحاضر او نبدأ بموضوع جديد التخيل الاول الذي يعني اللي بيجي في بالي انه هذا الشخص لسه ما فيعرف شين ولا عمره سوى يعني لسه يتعلم تمام فالصحيح انه نحتاجه اشو هو التابل تمام ثم مثلا عارف هذا يقسم الى روز ويقسم الى كولومز يعني اصل يفترض الى هذا الحد يكفي ان شاء الله يعني يفترض الى هذا الحد طبعا اوان كمان حضرت اليوم قلت فيه في موضوع اخر يسمى الزيبرة يعني انا في بعض الويب سايتة تابلز بنلاحظ مثلا الترقيم مثلا لون باللون الاسود ولون باللون الابيض لون باللون الاسود لون باللون مثلا كيف يتم هذا الشيء يعني هذا اللي هو يتم تعمل على السياس اس على نوضوع اخر فانا اكيد كل الخصائص يعني ما بنا نخذت انه هذا واحد انه اكيد صار فيه تداخل وغير مفهوم ونعم عم صحيحة مقدر هذا الشيء ان شاء الله تمام عموما يعني خلينا نكتب يفعلين لهذا الحد صدقا كامل الامور طبعا فيه هو اه فيه تاك لوحده شكتابل جروب هذا كمان انسانية كمان يعني اصلا يعني كيف ممكن لشخص مثلا يفهم هذه الامور الفيترز اضافية ولسه مش يعني مفاهم الاساس يعني انا يعني اقدر هذا الشيء ان شاء الله طبعا يعني انا صدقا يعني انا مش بعدف انه اعطي معنوات جديدة لقدر مع ان احنا هذا الموضوع احنا فيه اللي فيه مريدين فيه ان شاء الله يعني الى الجميع يكون مفهول ويكون بتمة هذا الاحتراف ان شاء الله تمام ان شاء الله بعد نفترض بمحاضرة اليوم الذي اخذناه والذي تكلمنا فيه فاطب اللي هو موضوع انه الكولومز تابلز فيه روز وفيه الكولومز فقط يكثيني اذا والتحن الان الدرجة او الستبز اللي بعدها ان شاء الله لا تتكلم لموضوع اخر بهذا الشيء ان شاء الله لانه اصلا كمان ببداية احكيت انه هذا تابلز فيه كثير من الخصائص ان شاء الله وسأتكلم انا ان شاء الله بالتفصيل طبعا اشكر جدا اكد مولا اه الذين يشاركوا والذين يعطوا بالاختراحات مثلا الكل اسبان نعم جدا هذا الشيء في غاية الجمال ان شاء الله تمام بس انه وين اضيف هذا الخاصية وماذا تدول وماذا لا يعني الخطوة الاضافية ان شاء الله طبعا انك تشفرين لهذا الحد ان شاء الله بس بالدارة بسيط ان شاء الله يعني اتمنى نقول اه 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 الجميع يعني اه متواجد معي طبعا احنا بيحضر المحاضرات اخذنا موضوع الاضافة للصور صحيح؟ نعم صحيح فانا اللي بيطلب ان شاء الله من الجديد على نفس هذا او نفس هذه المعلومات المضافة تمام يضاف في نهاية ايش في نهاية هذا التابل يسمى مثلا او مثلا اسم العام والتكتر طيب بالداخل تكون صورة مثلا هذا الشخص اللي اي دي تبعه وان واسمه محمد واميل وكذا تمام وعنه وكذا تمام اه بي اس اه الكلام الاخير يوصو صورته طبعا انت ما يعني مش ضرور تلتزين بهذه المعلومات مثلا بيرسونالدات ممكن على سبيل المثال يعني مثلا اه اه اتنزل عدة صور مثلا صور سيارات مثلا هذا ال اي دي وان سيارة اسمها مثلا مارسيدس وموديلها او فرعها مثلا بغض النظر مثلا يعني اه 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 صنفها مثلا ايميتين مثلا او كذا وصورتها بهذه الصورة مثلا مثلا سيارات مثلا لابتوب باس مثلا ال اي دي وان لابتوب تشيبة مواصفاته ديسكريبشن لا يمنع تمام وكذا مثلا معالج وكذا معلومات تفصيلية وعلي صورة عن هذا طبعا الصورة يفضل يا حب بدلتك لو كانت مثلا بشكل دائري اجمل انا بشكل اجمل تمام تكون بسرعة فهذا هو التاسك ان شاء الله نوعا من ايش نوعا من البراجعة المحاضرات الماضية ان شاء الله طبعا اكتفي فيلينا لهذا الحد ان شاء الله